اشتركوا في القناة انا حقيقة مستمتع بالشغل انا وتعلمت واستفدت حيات كتير جدا واحنا برضو من خلال الندوات اللي بنقدمها بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نفيد الناس بعلم وثقافة على قد ما نقدر بالذات في علامنا العربي وعشان كده احنا بنقدم النهاردة ندوة الاساس بتاعها هيبقى ازاي نقدر ننشئ كتاب تفاعلي احترافي خليني الاول اعمل شير للسكرين عشان الناس كلها تبقى شايفة تمام هل صوتي مش واضح لاي حد ياريت لو صوتي مش واضح تبعتولي على الاسئلة عشان اعيد اللي انا قلته تاني هل الصوت مش واضح تمام كويس الصوت واضح تمام طيب قبل ما نبتدي في العنوان الرئيسي النهاردة احب ان انا اعرفكو المحتوى بتاع ندوة النهاردة طيب هنبتدي بمقدمة عن الكتب الالكترونية بصفة عامة وبعديها هنتكلم عن منصة كتبي بعد كده هنتكلم عن المميزات اللي بتميز منصة كتبي الخطوة اللي بعد كده هندخل لشرح مفصل للمنصة وهاجرب معاكو شوية امثلة ازاي نقدر نعمل كتاب نحط فيه مواد تفاعلية ازاي نصدر الكتاب ده على هيئة تطبيقات هنشوف كل الكلام ده وبعد كده بعد ما نخلص الشرح العملي هديكو كده شوية طرق لو اتبعتوها تقدروا تحصلوا على دعم فني من فريق كتبي فاسرع وقت ممكن وطبعا في اخر الندوة هيبقى فيه وقت للأسئلة حضراتكو تقدروا فبعد ما نخلص في اخر ربع ساعة او نص ساعة نقدر ان احنا اجاوب على كل الاسئلة اللي عند حضراتكو المفاجأة بقى بتاعت النهاردة انه هيبقى فيه كوبون خاص لكل الناس اللي حضروا الندوة دي هدي لحضراتكو الكوبون ده في اخر الندوة ان شاء الله لكل الناس اللي حضروا تقدر تستخدموا وهقول لحضراتكو ازاي تقدروا تستخدموا طيب زي ما كلنا عارفين كل حاجة في الحياة بتتطور التكنولوجيا دخلت في كل مجالات الحياة من ضمن المجالات اللي التكنولوجيا دخلت فيها الكتب احنا ابتدينا بالكتب المطبوعة بكل احجامها وانتقلنا من المرحلة دي لمرحلة البي دي اف اللي هو الكتب الالكترونية ان انا يبقى عندي كتاب على هيئة او على صيغة بي دي اف موجود عندي على الكمبيوتر موجود عندي على الموبايل موجود عندي على التابلت او الايباد انتقلنا من مرحلة البي دي اف لمرحلة الكتب التفاعلية يعني ايه كتب تفاعلية يعني كتاب هيبقى اقدر انه ان انا مش بس احط فيه كلام وصور لا اقدر كمان ان انا احط فيديوهات اقدر ان انا احط ملفات صوت اقدر ان انا احط معرض صور اقدر ان انا احط اسئلة الطالب يقدر يجاوبها والاجابات دي يطلع له نتيجة او تتبعت للدكتور او احط ألعاب جوه الكتاب للاطفال او نعمة القراء كل دي حاجات اقدر احطها جوه الكتاب التفاعلي طبعا فيه صيغ كتير جدا للكتاب التفاعلي زي كده صيغة البي دي اف الكتاب التفاعلي برضو ليه كذا صيغة ولكن اشهرهم هو صيغة الاي باب الاي باب ده هو اشهر صيغة للكتاب التفاعلي وده بيبقى مدعوم من منصات كتير جدا هنتكلم عليها طيب زي ما حضراتكم عارفين فيه برامج كتير جدا نقدر نعمل منها كتب تفاعلية البرنامج اللي هنتكلم عنه النهاردة برنامج كتبي وكتبي هو حل شامل لكل ما يتعلق بالكتب الالكترونية التفاعلية احنا عندنا اربع منتجات كتبي المؤلف كتبي القارق كتبي المكتبي وكتبي السحابي ولكن احنا النهاردة هنركز اكتر على كتبي المؤلف اللي هو البرنامج الاساسي اللي نقدر عن طريقه ننشئ كتب الالكترونية تفاعلية طبعا في كل المواد التفاعلية اللي انا اتكلمت عنها نقدر ان احنا نصدر الكتاب ده كتطبيقات على كل المنصات ونقدر ان احنا نتحكم في الكتاب ده طيب زي اي حاجة في الدنيا لازم نحط خطوات انا عشان انشئ كتاب تفاعلي الالكتروني لازم يبقى عندي خطوات همشي عليها واحد اتنين تلاتة اربعة الخطوة الاولانية اعداد الكتاب نفسه محتوى الكتاب ان انا دلوقتي عندي كتاب انا كتبه سواء هو مطبوع او سواء هو pdf انا عايز اعمل اعداد بقى للكتاب عايز احط مواد تفاعلية جوه الكتاب الخطوة التانية ان انا هعمل تصميم للوجهة الوجهة بتاعة الكتاب ودي انا نشوف انا اصدي بيها ايه كمان شوية الخطوة التالتة ان انا هعمل تصدير للكتاب انا عايز الكتاب ده يبقى موجود فين عايزه يبقى تطبيق على الكمبيوتر عايزوا يبقى تطبيق على الموبايل زي الألعاب اللي موجودة على الموبايل مثلاً زي البرامج اللي موجودة على الموبايل أنا عايز الكتاب يبقى تطبيق زي وزيهم آخر حاجة أو آخر خطوة ودي بتبقى اختياري مش شرط أن أنا أعملها أن أنا أتحكم في الكتاب يعني أتحكم في المستخدمين اللي بيقروا الكتاب إزاي أقدر أن أنا أسمح لناس معينة أن هي تقرأ الكتاب وناس تانية ما أسمح لهاش أن هي تدخل على الكتاب وتقرأه أي أن كان هو معروض على أنهي منصة إحنا هنمشي خطوة خطوة في إنشاء كتاب التفاعلي الإلكتروني بس قبل ما أوريكو نموذج عملي عايز أوريكو شوية أمثلة وبرضو قبل الأمثلة يعني قبل ما أدخل على الأمثلة للناس اللي لسه معرفتش طب أنا أجيب البرنامج منين أبتدي أشتغل عليه إزاي بندخل على كتبي.com وبختار اللغة العربية زي ما أنا مختارها كده من هنا كل اللي هعمله إن أنا هحط إسمي وهحط البريد الإلكتروني وهدوس على أحصل على رخصتك المجانية في الحالة دي هيتبعت لي إيميل في كل الخطوات اللي أنا مفروض أعملها خطوات عشان إزاي أنزل البرنامج إزاي أبتدي أشغله وإزاي كمان أشتغل عليه كل ده هيتبعتلي على الإيميل طيب أوري حضراتكو أول مثل أول مثل عندنا هو كتاب إلكتروني تفاعلي فريق كتبي هو العمل زي ما حضراتكو شايفين هنا محتوى الكتاب مكون من صور كلام فيديوهات طبعا هو الكتاب ده باللغة الإنجليزية إحنا ما عندناش حالية مثل معمول باللغة العربية ولكن إحنا بنتعم 17 لغة من ضمنها اللغة العربية فنقدر إن إحنا نعمل كتب باللغة العربية عادي جدا طيب أدي فيديوهات لو رحنا للفصل اللي بعد كده هنلاقي صور تانية هنلاقي كلام هنلاقي رسم بياني تفاعلي ودي حاجة اسمها بوك وودجت أو اسمها إضافة أنا بعمل إضافة الإضافة دي سهلة جدا بتتعمل عن طريق مواقع مشهورة زي بوكري دوت كوم أو بوك وودجت دوت كوم لو عملنا بحث عنهم في جوجل هنلاقيهم عن طريق المواقع دي بعمل إضافة زي مثلا الرسم البياني التفاعلي ده فيه رسم بياني تفاعلي بشكل تاني زي ده أقدر إن أنا أعمل آلة حزبة وحطها جوا الكتاب أقدر إن أنا أعمل لعبة بازل أعمل ألعاب بشكل تاني مختلف كل دي إضافات أقدر أحطها جوا الكتاب هتزيد من المواد التفاعلية اللي عندي طيب هل صوتي وصل للجميع والصورة واضحة للكل أنا بحب أأكد كل شوية عشان أتأكد إن كل الناس متابعاني ومفيش أي حد الصوت راح من عنده أو الصورة راحت من عنده فمن فضلكم لو الصوت راح أو الصورة راحت بس بلغوني تمام نقدر نكمل طيب غير الإضافة في إيه تاني أقدر إن أنا أشوفه خليني بس أغير اللغة للعربي وهقول لكم إزاي أنا غيرتها بس كمان شوية تمام عشان الوجهة دي اللي كنت بتكلم عليها أغيرها للعربي خلينا نروح للفصل الأخراني مثلا ده فصل فيه أسئلة والأسئلة دي عملناها عن طريق كتبي المؤلف طيب الأسئلة دي أقدر إن أنا هليني كإني بجاوبها من الأول خالص لو هفترض إن أنا جاوبتها خلاص أو ما جاوبتهاش وراحت دست على سبمت أنسر إن أنا خلاص هسلم الإجابات بيطلع لي تقرير في الدرجة بتاعتي الأول ما بدوس على موافق بيجيب لي الأسئلة الصح متعلمة باللون الأخضر تمام طيب ده المحتوى بتاع الكتاب سواء أنا حطت أسئلة حطت مواد تفاعلية حطت كلام حطت صور حطت فيديوهات طيب إيه هي الوجهة اللي أنا كنت بتكلم عليها إن إحنا هنصمم الوجهة بتاعة الكتاب الوجهة هنا المقصود بيها الشريط اللي فوق ده والشريط اللي تحت الشريط اللي فوق زي ما حضراتكم شايفين فيه اسم الفصل اللي أنا فيه لو دست عليه بيدخلني على فهرس المحتوى أقدر أشوف كل الفصول الرئيسية والفصول الفرعية وأقدر إن أنا أدخل على الفصول دي بطريقة مباشرة من هنا طيب فيه إيه تاني لو دست على الغلاف بتاع الكتاب بيجيب لي المعلومات الرئيسية بتاعة الكتاب زي الناشر حقوق الملكية اللغة الوصف وهكذا طيب أقدر كمان إن أنا أخد ملحوظة أو أعلم الصفحة دي عن طريق العلمتين دول طيب فيه إيه تاني الشريط اللي تحت الشريط اللي تحت هل الصورة وصلة لأنه فيه حد كان قيل لي إن الصورة متوقفة هل الصورة وصلة للناس كلها ولا شغالة يعني لو لو وقفها ولو الصوت قطع تمام طيب هل قطع من عند الناس كلها تمام يعني الصوت شغال والصورة شغالة من فضلكم لو حد الصوت قطع عنده بس بقية الناس بتقول إنه هو شغال أو الصورة شغالة كل اللي يعمله إنه هو يقفل ويفتح نفس اللينك تاني بس يتأكد من الانترنت connection عنه يتأكد إن الانترنت وصل وشغال كويس وهيلاقي كل حاجة شغالة بإذن الله طيب نرجع تاني ليه الكتاب زي ما قلت الوجهة مخصصة من الشريط اللي فوق والشريط اللي تحت في الشريط اللي تحت عندنا كذا option عندنا اختيارات كتير زي الفهرس أقدر أدوس عليها يدخلني برضو على فهرس المحتوى لو دست على قسم الصور هيخليني أدخل على الصور اللي موجودة في الكتاب بشكل مباشر بدون ما أضطر إنه أنا أدور عليها في جوة الفصول أقدر أشوفها من القسم ده على طول دفتر الملاحظات لو دست عليه هيجيب لي كل الملاحظات العلامات المرجعية والكلامات المميزة اللي أنا خدتهم في خلال قراءتي للكتاب يعني أي ملاحظة أنا أخدها أو أي علامة مرجعية هتتسجل في القسم ده أقدر إن أنا أعمل لها تصدير في ملف PDF خارجي برا الكتاب خالص عندي على الكمبيوتر فيه برضو البحث لو أنا عايز أبحث عن كلمة معينة يا إما في الكتاب كله أو بحث في الفصل الحالي اللي أنا موجود فيه دلوقتي آخر حاجة اللي هي الإعدادات اللي أنا غيرت منها لغة الوجهة نقدر إن إحنا نكبر حجم الخط أو نصغره نقدر نغير حركة تغيير الصفحة نقدر إن إحنا نغير لغة الوجهة وإحنا زي ما قلت بندعم 17 لغة زي ما أنا غيرتها من الإنجليش غيرتها للعربي الكلام اللي موجود في الوجهة والشريط اللي تحت والشريط اللي فوق تغير ليه اللغة العربية طيب ده كان مثال ليه كتاب إلكتروني تفاعلي معمول عن طريق برنامج كتبي نقدر دلوقتي إن إحنا نتنقل ليه البرنامج نفسه للناس اللي أول مرة بتشوف البرنامج البرنامج مخصص بكل بساطة من أربع أقسام رئيسية قسم التحرير، قسم التخصيص، قسم التصدير وأخيراً قسم الإدارة في قسم التحرير أنا بعمل الخطوة الأولى اللي أنا اتكلمت عنها اللي هي إعداد محتوى الكتاب إن أنا هنا بعمل المحتوى بتاع الكتاب بتاعي أنا بزود صور، بعمل كلام، بحط فيديوهات خلينا نمشي خطوة خطوة طيب أنا لو عايز أعمل كتاب محتاج الأول إن أنا أقسمه لفصول رئيسية وفصول فرعية عشان أضيف أي فصل هدوس على كلمة فصل جديد من هنا في الحالة دي هيسألني أنا عايز طريقة التصميم الإنسيابي ولا طريقة التصميم الثابت فيه فرق ما بين الاتنين طيب طريقة التصميم الإنسيابي زي الفصل اللي أنا فيه دلوقتي ده ده بيدعم حجم الشاشة اللي أنا شغال منها يعني أنا شغال مثلا من لابتوب، شغال من موبايل، شغال من تابلت أو من آيباد خلينا نصغر حجم الشاشة ونشوف إيه اللي هيحصل لو صغرنا الحجم زي ما حضراتكم شايفين هنا الكلام جنب الصورة لو جيت صغرت الحجم قوي هلاقي إن الكلام نزل تحت الصورة بدون ما يظهر البار اللي هو بيخليني أروح يمين وشمال عشان أشوف بقية الكلام فده تصميم إنسيابي تصميم إنسيابي بيدعم الحجم بتاع الشاشة يعني لو أنا فتح من موبايل كله هيبان في الحجم بتاع الموبايل طيب نروح لفصل الثاني، الفصل الثاني هنا معمول بالتصميم الثابت يعني إيه التصميم الثابت؟ يعني كل الحاجات اللي موجودة في الفصل ده مكانها ثابت مش هيتغير مهما كان حجم الشاشة يعني لو جينا نصغر الحجم زي ما حضراتكم شايفين هنا أنا لما صغرت الحجم ظهر البار اللي بيخليني أروح يمين وشمال مفيش حاجة صغرت كلها في مكانها ما تحركتش وهو ده الفرق ما بين التصميم الثابت والتصميم الإنسيابي نرجع تاني، لو أنا عايز أعمل فصل جديد، بختار التصميم اللي أنا عايزه طيب لو أنا عايز أعمل فصل فرعي، يعني ده فصل رئيسي أنا عايز أعمل فصل فرعي، بدوس على علامة الزائد اللي جنب اسم الفصل أول ما بدوس عليها، هيسألني برضو إذا كنت أنا عايز تصميم إنسيابي ولا تصميم ثابت هاختار التصميم الثابت على سبيل المثال، يعني قدر نختار ده أو ده طيب نجرب بقى كل المواد التفاعلية اللي موجودة على الجنب هنا واحدة واحدة لو أنا عايز أضيف نص، بدوس على نص، وبسيب كل الأرقام محتوطة على الديفولت على الأساسي بتاعها، وبدوس إن شاء لو حبيت أغير بغير من هنا على طول طيب خلينا نكتب أي كلام، نكتب مثلاً ندوة، كلمة ندوة مثلاً تمام؟ الكلمة دي أقدر إن أنا أصغر المحتوى بتاع اللي هو فيها الكلمة وأحطها في المكان اللي أنا عايزه في الكتاب طيب طبعاً لو عايز أحط قطعة كبيرة أقدر إن أنا أعمل كده زي ما أنا عايز وأقدر إن أنا أغير فيه الكلمة دي سواء الحجم طريقة الكتابة من فوق هنا طيب أنا حطيت نص وده أسهل حاجة نقدر نضيفها طيب لو حبيت أضيف صورة أو معرض صور، الاتنين بيتضافوا بنفس الطريقة أنا بدوس على صورة وبعمل إضافة لصورة طيب خلينا نختار صورة أي صورة موجودة عندنا فلنفترض الصورة دي مثلاً وبدوس على إنشاء الصورة بتتحط عندي أقدر إن أنا أتحكم برضو في حجمها وفي مكانها وحطها في المكان اللي أنا عايزه نفس الكلام بالزبط أقدر إن أنا أعمله لمعرض الصور بس الفرق إن أنا هنا لما هدوس على إضافة هختار كذا صورة يعني خليني أختار الصورة دي ودي أختار صورتين بدل صورة واحدة وأدوس على إنشاء زي ما حضراتكم شايفين هنا معرض الصور إضاف طيب لو أنا عايز أجرب أتفاعل مع معرض الصور دي عايز أشوف المستخدم اللي هيقرأ الكتاب أو القارئ إزاي هيتفاعل معي لو جيت أدوس هيقول لي لازم تروح لوضع المعينة وضع المعينة ده أقدر أروح له منين موجود عندي تحت هنا متعلم باللون الأخضر ده بيجيب لي الشكل النهائي للفصل اللي أنا أشغال عليه وأقدر إن أنا أتفاعل مع الكتاب سواء فيه بقى معرض صور فيديو أو ملف صوت أقدر إن أنا أتفاعل عليه من وضع المعينة خلينا نرجع للتحرير طيب كده أنا عملت إضافة صورة ومعرض صور لو حبيت إن أنا أضيف فيديو أو صوت اللي اتنين بيتضافوا برضو بنفس الطريقة لو جيت أعمل إضافة للفيديو هاختار اختيار من اتنين يا إما هحط الرابط بتاع الفيديو لو الفيديو ده موجود على سيرفر تاني زي مثلا يوتيوب فلنفترض فهحط اللينك بتاع أو الرابط بتاع اليوتيوب أو لو أنا عندي ملف الفيديو موجود عندي على الكمبيوتر أقدر إن أنا أحط ملف الفيديو على طول فخليني أختار فيديو يبقى موجود عندي نختار مثلا الفيديو ده طيب أنا لو دست إنشاء كده الفيديو طبعا بيجي بخلفية سودة ده الأساسي بتاعه طيب لو أنا عايز أغير الخلفية السودة دي أنا عايز أخليلها صورة بدل ما تبقى خلفية سودة برجع لنفس النافذة بتاعة الفيديو وباجي أنا عندي ثلاث أقسام هنا طريقة التصميم والإعدادات هاجي في التصميم وهعمل إضافة لصورة البداية أنا عايز الفيديو يبقى له صورة بداية وخلينا نحط أي صورة نحط مثلا الصورة لا خلينا نختار صورة شكلها أحسن شوية نختار الصورة دي مثلا زي ما حضرتكوا شايفين الفيديو بقى له صورة بداية طيب لو أنا عايز أشغل الفيديو وأجربه وأشوف المستخدم ها يستخدمه إزاي بروح لوضع المعينة وبدوس على الفيديو بيشتغل عادي جدا طبعا صورة البداية بتروح نقدر نقفل الفيديو طبعا صورة البداية بتروح لأن دي مجرد صورة للبداية مش أكتر نعمل إغلاق لوضع المعينة ده للفيديو بالنسبة لملف الصوت هو زي الفيديو بالزبط يا إما أنا هحط الرابط بتاع مقطع الصوت ده لو هو مستضاف على سيرفر تاني يا إما هضيف ملف الصوت نفسه يعني هحط الملف نفسه خليني أضيف كده ملف صوت موجود عندي زي ده مثلا وبندوس على إنشاء بيظهر لي الزرار ده بتاع تشغيل طبعا لو حبيت أشغله هيقول لي روح لوضع المعينة زي ما عملنا مع الفيديو بالزبط وده بيبقى ملف الصوت أقدر أحطه في أي حتة في الكتاب طيب ده بالنسبة للفيديو وبالنسبة ليه الصوت طيب لو أنا حبيت أعمل رابط يعني عايز كلمة معينة أو صورة تبقى رابط لحاجة معينة كل اللي بعمله إن أنا بعلم على الكلمة أو بعلم على الصورة سواء كلمة أو صورة وبدوس على كلمة رابط في الحالة دي أنا بنشق رابط لحاجة من أربعة اختيار من أربعة يا إما هيبقى رابط لموقع إلكتروني وفي الحالة دي هحط الرابط بتاع الموقع الإلكتروني ده أو هيبقى رابط لعلامة في الكتاب يعني هيروح مثلا ليه الفصل الأولاني يعني أنا عايز اللي يدوس على الكلمة دي يروح ليه الفصل الأولاني على طول أو مثلا رسالة منبثقة يعني أول ما يدوس على الكلمة تطلع له رسالة منبثقة آخر اختيار أنه هو يروح ليه ملف صوت يعني لو داس على الكلمة دي يروح ليه ملف صوت تمام طيب أرجع تاني وأتأكد هل الصورة والصوت وصلين للناس بشكل كويس لو فيه أي مشكلة في الصوت لو فيه أي مشكلة في الصورة من فضلكم بلغوني عن طريق قسم الأسئلة عشان أعيد اللي أنا قلته من تاني إحنا حاليا بنتكلم في قسم التحرير ومشيين خطوة بخطوة في إنشاء الكتاب الإلكتروني التفاعلي تمام طيب زي ما قلت آخر اختيار اللي هو الصوت خلينا نشوف مثلا رسالة منبثقة نكتب رسالة منبثقة مثلا على سبيل المثال وندوس إنشاء كده الكلمة دي عشان طبعا أجرب زي ما قلنا بنروح ليه وضع المعينة لو أنا دست على الكلمة دي هيطلع لي رسالة منبثقة وده الشكل اللي هيطلع ليه القارئ بالزبط ولو دست على الكلمة دي هيطلع له رسالة منبثقة في النافذة دي يدوس أوكي وخلاص طيب نرجع لقسم التحرير من تاني طيب كده إحنا شفنا كل الأقسام اللي هنا طبعا لو حبيت إن أنا أضيف صورة 3D بتبقى بنفس الطريقة بالزبط بتاعت إضافة الصورة العادية ولكن هنا دي صورة 3D بتبقى بصيغة .object ودي الصيغة اللي معروفة للصور ثلاثية الأبعاد طيب ناقص حاجتين كده عايزين نشوف إزاي نقدر نضفهم الحاجة الأولانية اللي هي الإضافة زي الرسم البياني التفاعلي اللي إحنا شفناه فيه المثل اللي أنا وريته لحضراتكو في الأول طيب إحنا قلنا إنه الإضافة دي إحنا مش بنعملها عن طريق كتب المؤلف ولكن بنعملها عن طريق مواقع مشهورة زي bookary.com أو bookwidgets.com ونقدر إنه إحنا نبحث عندهم في جوجل هنلاقيهم بكل سهولة طيب أنا بعد ما بعمل الإضافة دي سواء هي رسم بياني تفاعلي سواء هي لعبة سواء هو آلة حسبة أيا كانت إيه هي الإضافة اللي أنا عملتها بعد ما بعملها بعملها تحميل على الكمبيوتر بتاعي بينزل عندي ملف مضغوط لما باجي بقى أنا عايز أضيفه للكتاب بختار أنا عايزه يبقى إضافة في نافذة منبثقة ولا إضافة ضمن الصفحة يعني لو هو ضمن الصفحة هيبقى زي الرسم البياني اللي إحنا شفناه في المثل في الأول لو هو في نافذة منبثقة يبقى الرسم البياني ده بدل ما كان هيبقى جوه الشاشة لا هيبقى فيه زرار لو دست عليه هيفتح في نافذة منبثقة لوحدها خلينا نشوف شكلها النهائي هيبقى عامل إزاي نرجع ليه الكتاب اللي أنا كنت فتحه عشان لو في حد لسه فاتح دلوقتي نروح للفصل اللي كان فيه الرسم البياني التفاعلي يعني رسم البياني التفاعلي ده إضافة جوه الصفحة وأنا ماشي في الصفحة لقيت الرسم البياني التفاعلي ده موجود قدامي طيب الاختيار الثاني اللي كان عندي اللي هو يفتح في نافذة منبثقة إن أنا بيبقى عندي زرار زي ده ممكن تبقى صورة من الشرط تبقى زرار والصورة دي لو أنا دست عليها بيفتح لي في نافذة منبثقة يعني ده مثلا آلة حزبة بتحسب الوزن أول ما دست على الصورة فتح لي في نافذة منبثقة أقدر إن أنا أشتغل على الآلة الحزبة دي وبعد ما بخلص بقفلها وببتدي أشتغل على الكتاب تاني بشكل طبيعي نرجع ليه البرنامج تمام آخر حاجة الأسئلة ودي من المواد المهمة التفاعلية المهمة جدا والمفيدة اللي نقدر نفدها أو نزودها في الكتاب بتاعنا لما بفتح الأسئلة أنا عايز أزود أسئلة بيبعا عندي ثلاث أقسام فيها قسم الأسئلة طريقة التصميم والخيارات طيب في الأسئلة طبعا أنا بحط عنوان للأسئلة في الأول الأسئلة إحنا عندنا أربع أنواع من الأسئلة برنامج كتب يدعمهم الصح والغلط الاختيار من متعدد بس هيبه فيه إجابة واحدة صح الاختيار من متعدد بس هيبه فيه أكتر من إجابة صح وآخر حاجة السؤال الإجابة القصيرة تمام؟ طيب أنا بعد بعمل الأسئلة بتاعتي يعني أنا لو عايز أزود سؤال بدوس بس على نوع السؤال هدوس مثلا على اختيار من متعدد هدوس على إجابة قصيرة هلاقي إن الجدول ده بيزيد الأسئلة كل اللي علي أن أنا أحط الأسئلة والإجابات طيب خلينا نشوف أسئلة موجودة فعلا وأنا عاملها عشان تسهل علينا وما ناخدش وقت في كتابة الأسئلة دي مجموعة أسئلة أنا كنت كاتبها خلينا نشوف شكلها إحنا عندنا هنا ستة أسئلة تمام؟ هي أسئلة باللغة الإنجليزية بس طبعا إحنا نقدر نعمل أسئلة باللغة العربية إحنا بندعم 17 لغة زي ما أنا قلت في الأول أحب بس أوضح لكل الناس لو في حد الصورة مش باين عنده أو الصوت مش واضح يقفل ويفتح الندوة تاني عن طريق نفس الرابط اللي استخدمه من الإيميل عشان يدخل على الندوة والندوة هتبان عنده بشكل سليم إن شاء الله طيب نرجع تاني ليه الأسئلة أنا بضيف الأسئلة من قسم الأسئلة هنا زي ما قلت بحط السؤال وبحط الإجابة الصحيحة أقدر إن أنا أضيف صورة ليه السؤال أقدر إن أنا أضيف شرح للسؤال يبان لما الطالب أو القارئ يعمل تسليم للإجابات كل ده أقدر إن أنا أضيفه للسؤال وطبعا بحط الدرجة بتاعة السؤال ده طيب كل ده من قسم الأسئلة نيجي لطريقة التصميم طريقة التصميم أنا كل اللي بعمله بحدد اللون حجم الخط المسافة اللي ما بين الأسئلة وهكذا الخيارات ودي مهمة جدا لإن أنا بيبعى عندي خيارات زيادة أقدر إن أنا أستخدمها في الأسئلة بتاعتي ممكن يبعى عندي زرار للحسب يبعى عندي زر للمحافظة على الاختيارات لو القارئ راح لفصل تاني ورجع يلاقي الإجابات اللي هو جاوبها موجودة زي ما هي طبعا تمييز الإجابات ودي مهمة جدا عشان بعد ما يسلم الإجابات الإجابات الصح تبان عنده متعلمة باللون الأخطر طبعا بحط الحد الأدنى للنجاح والرصيد الإجمالي ليه الأسئلة وعندي الاختيار بتاع العشوائي لو أنا علمت على اختيار العشوائي القارئ كل ما هيدخل على الفصل ده هيلاقي الأسئلة بتاعتي مترتبة ترتيب مختلف طبعا بما إن إحنا بنتكلم عن اللغة العربية نقدر إن إحنا نختار إن اللغة الأساسية للأسئلة بتاعاتنا تبقى اللغة العربية وفي الحالة دي هعلم على من اليمين إلى اليسار ده بيدعم كل اللغات اللي بتبتدي من اليمين لليسار زي اللغة العربية طيب عندي اختيارات إيه تاني لو الكتاب بتاعي كتاب سحابي أو موجود جوة مكتبة أنا عملتها عن طريق كتبي نقدر إن إحنا نرسل الإجابات دي لبريد إلكتروني معين يعني هل نفترض مثلا إنه أنا دكتور لمادة معينة أو مدرس بعمل كتاب أقدر إن أنا حط الإيميل بتاعي هنا في الحالة دي الطالب كل ما هيدخل ويجاوب ويسلم الإجابات تقدر الإجابات دي إنها تتبعت على الإيميل الخاص بي آخر ميزة موجودة في الأسئلة الأسئلة الظاهرة طيب هنفترض إن أنا هنا عملت زي ما أنا عامل هنا ستة أسئلة بس أنا عايز الطالب كل ما يدخل ما يشارفش ستة أسئلة كلهم أنا عايزوا يشوف سؤالين عشوائيين من ضمن الستة أسئلة فبعلم على عشوائي وبحط الأسئلة الظاهرة يبقوا اتنين في الحالة دي القارئ كل ما هيدخل على الفصل ده هيلاقي سؤالين عشوائيين من ضمن الستة أسئلة هيظهروا له طبعا أقدر أحط الرقم اللي أنا عايزه هنا طيب خلينا نشوف شكل الأسئلة دي هيبقى عامل إزاي نروح لوضع المعينة طبعا هي هنا باللغة الإنجليزية ولكن طبعا زي ما قلت نقدر إن إحنا نخليها تدعم اللغة العربية لأن زي ما أنا عملها هنا بدية من اليمين ليه الشمال طيب عندي هنا تأكيد الإجابات وحسف الإجابات لأن أنا حاطت زرار لحسف الإجابات لو أنا دست على تأكيد الإجابات هيطلع لي تقرير كامل بالدرجة بتاعتي وإيه الأسئلة اللي أنا جبتها صحيحة والأسئلة اللي أنا جبتها غير صحيحة ودي كانت الأسئلة ده قسم التحرير بشكل سريع آخر حاجة أحب أقولها في قسم التحرير لو في حد حابب إن هو يبقى له تحكم أزيد في الفصل اللي هو بيعمله لو حد يعني تقني شوية يقدر يدخل على وضع المصدر وضع المصدر ده بيدخلك على الملف HTML بتاع الفصل بتاعي ده للتحكم أزيد في الفصل بتاعي نفس الكلام أقدر أعمله إن أنا أدخل على الجافا سكريبت أو ال CSS بتاع الفصل بتاعي ودي مش حاجة أساسية أو مش ضرورية إن كل الناس تعملها ده لو حد عايز تحكم أكتر يعني يغير مثلا شكل الزرار بتاع الفيديو شكل زرار بتاع ملف الصوت نقدر إن إحنا نعمل ده من CSS بتاع الفصل بس غير كده أقدر إن أنا أستخدم اللي موجود عندي حاليا طيب دي الخطوة الأولانية إحنا قلنا أول خطوة اللي هي إعداد محتوى الكتاب الإلكتروني التفاعلي إن أنا هجيب كتاب إلكتروني ويه هحط عليه مواد تفاعلية طيب حاجة أخرانية قبل ما أسيب كسم التحرير هنفترض إن أنا عندي ملف PDF أنا مش هكتب كل حاجة من الأول لا أنا عايز أجيب ملف PDF وحط عليه المواد التفاعلية فباجي هنا هلاقي عندي استيراد PDF واستيراد HTML فبختار استيراد PDF وبعمل إضافة لملف PDF وبدوس على استيراد في الحالة دي هينزل لي ملف PDF متقسم لفصول عندي هنا أقدر إن أنا أحط أي مواد تفاعلية من اللي موجودة عندي هنا على الجنب فوق ملف PDF ده ده لو أنا عندي الملف جاهز لو مش عندي بقدر إن أنا أعمل الكتاب من الأول زي ما أنا شرحت من بداية الندو الحاجة التانية الاستيراد HTML وده أضق من PDF هفترض إن أنا عندي الكتاب بتاعي مكتوب على Word على برنامج الWord أو الPowerPoint طيب إزاي أحطه على كتبي المؤلف هاجي في برنامج الWord أو برنامج الPowerPoint وهحفظ الكتاب كملف HTML وهاجي هنا هعمل استيراد ملف HTML في الحالة دي الكتاب هينزل لي برضو متقسم لي صفحات أقدر إن أنا بعد ما ينزل أحط أي مادة من المواد التفاعلية اللي موجودة عندي هنا في الجنب زي ما أنا عملت بالزبط من أول الندوة طيب ده بالنسبة لقسم التحرير أنا كده عملت إعداد لمحتوى الكتاب نيجي لتاني خطوة اللي هي تصميم الوجهة الوجهة اللي إحنا اتكلمنا عليها وكان قصدنا بيها الشريط اللي فوق والشريط اللي تحت طيب زي ما إحنا شايفين فيه قسمين فيه التخصيص قسم التصميم وقسم الأدوات في قسم التصميم أقدر إن أنا أحط الشعار بتاعي في أول الكتاب عشان يبان بدل هو الأساسي بتاعه والشعار بتاع كتبي زي ما حضراتكم شايفين طبعا أقدر إن أنا أحط الشعار بتاعي أقدر إن أنا أحط صورة البداية أقدر إن أنا فقا أصمم الوجهة بتاعتي يعني أغير مثلا الألوان بتاعة الشريط اللي فوق يعني خلينا مثلا نختار أي لون تاني بس عشان نشوف شكله نخلي ده أخضر ونخلي ده مثلا أبيض أو أزرق لبني نقدر إحنا نغير الألوان بتاعة الشريط اللي فوق ونفس الكلام نقدر نعمله في الشريط اللي تحت نقدر إن إحنا نغير الألوان بتاعة النص اللي مكتوب في الشريط اللي تحت وشريط اللي فوق كل ده نقدر نعمله من قسم التصميم طيب نيجل قسم الأدوات في قسم الأدوات أنا عندي شوية أدوات موجودة جوه القارئ بتاعي أقدر أن أنا أسيبها موجودة أو أعطلها يعني أنا مش عايزها تبقى موجودة زي إيه مثلا زي حضراتكم شايفين هنا مفيش قسم الصور قسم الصور اللي احنا اتكلمنا عليه في الأول خلينا نرجع للكتاب المسهل اللي أنا كنت عامله كان فيه هنا من ضمن الأقسام الفهرس الصور الصور ده كان موجودة عندي أنا في الكتاب ده وأنا شغال أنا مش عايز الناس تدخل على الصور من القسم ده أنا عايز اللي يجي يشوف الصورة يشوفها جوه الفصل فجيت عند قسم الصور وروح تعامل تعطيل لقسم الصور اللي هي قائمة الوسائط روح تدايس على تعطيل فبالتالي ما بقاش فيه هنا قسم صور طيب أقدر أن أنا أعمل كده في كل الأدوات اللي متبقية عندي في الكتاب يعني هنفترض مثلا الفصل ده أنا لو علمت على أي كلمة أو أي سطر وده لكل الكراء بتوع الكتاب هيظهر لهم شوية أدوات زيادة هنا زي مثلا نسخ زي مثلا تحويل النص لكلام عايز أسمعوه زي مثلا بحث في الويكيبيديا بحث في الجوجل إضافة ملاحظة تمييز للكلمة إن أنا تتعلم تبقى مميزة كل دي حاجات موجودة عندي والأساسي بتاعها النهاية مع ملاها تمكين طيب لو أنا عايز أشيل أي حاجة منهم كل اللي بعمله إن أنا بدوس على تعطيل ودي كده هتبقى خاصية مش موجودة في الكتاب بتاعي طيب أنا كده صممت الوجهة آخر حاجة نقدر نستفيد بيها من قسم التخصيص إن أنا أقدر أشوف الشكل النهائي للكتاب بتاعي من منصات مختلفة يعني نختار مثلا منصة زي مثلا الآيباد أنا عايز أشوف من الآيباد الكتاب بتاعي شكله هيبعمل إزاي هو هنا الوضع بتاع واب يعني لو حد هيفتحه من متصفح على الآيباد طيب لو هو تطبيق على الآيباد مش من متصفح أقدر إن أنا أشوف شكله النهائي هيبعمل إزاي كتطبيق ذاكي من على الآيباد أقدر إن أنا أعمل تدوير للجهاز وتفاعل مع الكتاب عادي جدا كإني فتحه من آيباد بالزبط ده الشكل النهائي اللي هيبان لو أنا فتحه من آيباد طيب أقدر إن أنا أختار منصات طبعا مختلفة وكتير هنا إحنا حطين كذا مثال عشان نقدر نشوف شكل الكتاب بتاعي هيبقى عامل إزاي في الآخر طيب دي الخطوة الثانية إحنا كده خلصنا الخطوة الأولى اللي هي إعداد محتوى الكتاب الخطوة الثانية عملنا تصميم للوجهة بتاعة الكتاب نيجي للخطوة الثالثة وهي تصدير الكتاب دلوقتي أنا عايز أعمل تصدير للكتاب أنا عايز الكتاب بتاعي يبقى في شكل إيه عندنا إحنا في كتبي ودي يمكن من ضمن المميزات اللي بتميز كتبي عن برامج إعداد كتب الإلكترونية التانية إن إحنا نقدر نصدر الكتاب لكل المنصات ولكل الصيغ اللي موجودة عامة مثلا بنبتدي بيه الملف القياسي زي ما قلت في الأول إنه الصيغة بتاعة الكتاب التفاعلي الإلكتروني اللي هي الإيبوب فأنا أقدر إن أنا أصدر الكتاب بتاعي كملف إيبوب بس أنا لو صدرته كملف إيبوب في الحالة دي هحتاج إن أنا أحط الملف ده في برنامج بيقرأ الملفات الإيبوب زي كتبي القارئ وده برنامج مجاني نقدر إن إحنا ننزله من على موقع كتبي ده بيقرأ أي ملفات بصيغة الإيبوب من ضمنها الملفات اللي معمولة عن طريق كتبي المؤلف طيب أقدر إن أنا برضو أصدره كتطبيق ويب يعني إيه تطبيق ويب لو أنا صدرته كتطبيق ويب لو دست على إنشاء الكتاب في فولدر ملف هينزل عندي على الكمبيوتر أقدر إن أنا لو عندي موقع بتاعي أقدر إن أنا أحمل الملف ده على الموقع بتاعي وبالشكل ده الكتاب هيبان كصفحة عادية جدا من ضمن الموقع بتاعي طيب أقدر أصدره الإيه تاني؟ نقدر نعمله تصدير كتطبيق لسطح المكتب في الحالة دي لو أنا صدرته بقى ويندوز أو للماك للحاجات الأبل أو كروم أب لو صدرته ويندوز مثلا في الحالة دي هينزل عندي تطبيق ويندوز اللي هو الملف .exe file وده ملف بينزل عندي على الكمبيوتر لو دست عليه الكتاب بيفتح عادي جدا بدون الحاجة لأي تطبيق عشان يفتح الملف هو بيفتح الكتاب وبيبان بنفس المنظر اللي احنا شفناه في قسم التخصيص من شوية نفس الكلام بيحصل مع الماك وبيحصل مع الكروم أب عندنا برضو خاصية التصدير لتطبيق موبايل طيب أشهر طبعا التطبيقات اللي هي الأندرويد والآيو اس والويندوز فون طيب هفترض أن أنا صدرته كتطبيق أندرويد إيه اللي هيحصل؟ عندي هينزل على الجهاز بتاعي على الكمبيوتر بتاعي ملف الـ APK ده الملف الأساسي لأي تطبيق أندرويد في الدنيا أقدر أن أنا أخد الملف ده وأحطه على جوجل بلاي لو حطيته على جوجل بلاي خلاص كده أي حد يقدر أنه هو يبحث عن التطبيق بتاعي على الجوجل بلاي وينزله على الموبايل بتاعه طبعا وأنا بحطه على جوجل بلاي يا إما أخليه مجاني يا إما أخليه بفلوس لو أنا عايز أبيع التطبيق ده طبعا بحط كل معلومات التطبيق وبحط آيكونة أنا اللي عاملها بالشكل بتاعي بالشعار بتاعي فكل حاجة بتبان كأنه تطبيق بتاعي أنا اللي عامله كأنه لعبة كأنه برنامج أقدر أن أنا أحطه على جوجل بلاي وأي حد يقدر ينزله ونفس الكلام بالزبط نقدر نعمله ليه الإيو أس لو عملته إيو أس هينزل لي ملف اسمه الإي بي إي على الكمبيوتر بتاعي أقدر أن أنا أخده وأحطه على الأب ستور متجر الأب بتاع الآيفون أو بتاع الإيو أس طيب عندنا إيه تاني؟ نقدر أن إحنا نصدر الكتاب كملف سكورم ودي بتبقى مستخدمة أكتر في الجامعات والمدارس اللي بيبقى عندهم نظام إدارة التعليم اللي هو بيسمى بالألم أس لو جامعة أو مدرسة عندهم الألم أس يقدر أنه هو يصدر الكتاب بتاعه كملف سكورم الملف ده بينزل عنده على الكمبيوتر يقدر أنه هو ياخده ويرفعه على الألم أس أو نظام إدارة التعليم اللي عنده طيب نيجي للاختيار قبل الأخير وده أسهل اختيار أن أنا أعمل استضافة على الموقع بتاع كتبي أو على السيرفر الخاص بكتبي كل اللي هعمله أن أنا هحط اسم مستعار مميز يعني فلنفترض اسم الكتاب أو اسمي أنا شخصياً وبادوس على رفعه في الحالة دي الكتاب هيطرفع على السيرفر الخاص بكتبي وهيبقى عندي الرابط ده أقدر أن أنا أدي الحد زي بالزبط الكتاب اللي أنا وريته لحضراتكو في الأول اللي هو كان مثال كان كتبي.com سلاش إي بوك سلاش هلثان فتنس هلثان فتنس ده اسم الكتاب ده إحنا اللي مدخلينه فبنفس الطريقة لو حضرتك عايز تعمل كتاب أعمله استضافة على الإنترنت بحط بس اسم الكتاب وبادوس على رفعه وبيبقى عندي الرابط ده أقدر أن أنا أدي لأي حد عشان يدخل على الكتاب بتاعي من أي متصفح سواء المتصفح ده موجود على الكمبيوتر بتاعه أو على الموبايل أو على التابلت أو على الآيباد طيب آخر اختيار أن أنا أعمل تصدير إلى المكتبة لو أنا عملت مكتبة عن طريق كتبي المؤلف وعايز أرفع الكتاب ده على المكتبة دي من خلال القسم ده أقدر أن أنا أدوس على رفع وإيه أرفعها للمكتبة بتاعتي ولو حد دخل على المكتبة هيلائي الكتاب بتاعي موجود فيها طيب في خلال التصدير لأي صيغة من دول سواء تطبيق ويب تطبيق سطح مكتب تطبيق موبايل دمج مع نظام إدارة التعليم أو استضافة على الإنترنت وأنا بصدر لأي اختيار من دول أقدر أن أنا أحول الكتاب بتاعي لكتاب سحابي طيب ودي خطوة الثالثة الأسف الأخيرة اللي أنا قلتها ودي كانت خطوة اختيارية لو حد عايز يحول الكتاب بتاعي الكتاب سحابي هنا أقدر أن أنا أتحكم في الكتاب بتاعي طيب أتحكم فيه منين من قسم الإدارة في الكتب السحابية وده باختصار أن أنا بتحكم في المستخدمين بتوع الكتاب بتاعي أقدر أن أنا أخليه كتاب خاص محدش يقدر يدخل عليه غير لو سجل الدخول الأولي إما باستخدام الإيميل أو باستخدام رمز ترويجي أنا عامله وبادهوله وهي دي ميزة الكتب السحابية طيب ده بشكل سريع أو بشكل مبدئي منصة كتبي أو برنامج كتبي المؤلف بشكل خاص بنعمل فيه إيه بالزبط خلينا نرجع للبريزنتيشن تاني أنا هنا عايز أوري حضراتكو إزاي نقدر نوصل لدعم مجاني من فريق كتبي عندنا كسا طريقة أول طريقة عندنا طبعا فيديو الندوة الندوة اللي أنا بديها لحضراتكو دلوقتي لو حبينا أن إحنا نسينا مثلا خطوات أو عايزين نشوفها من الأول للناس اللي ما حضرتش من الأول أقدر أن أنا عن طريق نفس الرابط اللي أنا استخدمته عشان أدخل على الندوة لو دخلنا على الرابط ده بعد ما الندوة تخلص تقريبا بربعة أو نص ساعة هنلاقي الفيديو موجود وهيفضل موجود على طول أقدر أن أنا أحمله ونزله على الكمبيوتر بتاعي طيب فيه إيه تاني؟ عندنا فيديوهات يوتيوب على القناة الخاصة بنا على اليوتيوب هنلاقي الفيديوهات وهنلاقي برضو من ضمنها فيديو الندوة ودي موجودة بالإنجليزي وهيبقى فيه فيديو الندوة إن شاء الله هنحط برضو هيبقى باللغة العربية عندنا برضو موقع الدعم الخاص بكتبي وده بيبقى بالإنجليزي ده بيبقى فيه خطوات لو أنا عايز نعمل أي حاجة من الحاجات اللي أنا شرحتها في الندوة طيب اللي عايز يوصل بقى لفريق كتبي بشكل سريع وبشكل مباشر يئم عن طريق بريد الإلكتروني بنبعد لكتبي على طول من الموقع نقدر أن أنا أتكلم سكارب نقدر أننا ندخل على الشات في الموقع الرئيسي بتاع كتبي ونتكلم مع حد من فريق كتبي بشكل مباشر أو مكالمة تليفونية والأرقام كلها موجودة على الموقع بتاع كتبي آخر اختيار اللي هي أحتاج للمساعدة اللي موجودة في كتبي المؤلف خليني أرجع للبرنامج بشكل سريع هلاقي هنا عندي زرار كده مكتوب عليه أحتاج للمساعدة لو دست عليه هيطلع لي نافذة صغيرة بحط بس الإيميل بتاعي العنوان بتاع الإيميل اللي أنا عايز أبعته والمشكلة اللي أنا بواجهها وبدوس على Send Feedback دي بتروح بشكل مباشر على فريق الدعم الفني اللي في كتبي وبيترد عليها في خلال 24 ساعة آخر حاجة الهداية اليوم اللي أنا اتكلمت عليها في الأول آآ إن إحنا عندنا كوبون خصم آآ ودي مش بنعملها في كل الندوات ولكن لأن الندوة دي مخصصة آآ لإخواتنا العرب سواء مصريين أو من الدول العربية عمتا آآ أو للعرب في كل أنحاء العالم فإحنا عاملين كوبون خصم آآ 10% خصم آآ اللي هيستخدمه آآ هياخد العشرة في المية خصم الكوبون ده صالح لمدة يومين لمدة 48 ساعة أي حاجة هدخل أحاول أن أنا أشتريها لو حبيت أن أنا أشتري النسخة الكاملة طبعا أنا لما بنزل بنزل النسخة المجانية وأقدر أن أنا استعملها بس اللي عايز يشتري النسخة الكاملة يقدر باستخدام الكوبون ده أنه هياخد عشرة في المية خصم خليني أكتب لحضراتكو آآ الكوبون ده في التشات عشان يوصل ليه الناس آآ كلها عشان محدش ينساه ستة واحد أربعة تمام أنا كده أبعدتوا ليه الناس كلها أي حد هيستخدمه هياخد عشرة في المية خصم طيب نيجي دلوقتي لقسم الأسئلة أي حد عنده أي أسئلة في اللي أنا قلته خالص أو لو في حاجة حد عايز يسأل فيها أنا ما قلتهاش ياريت حضراتكو تسألوني وأنا معاكم الحد ما نجاوب على كل الأسئلة إن شاء الله تمام في حد سائل من فضلك ما هو اللينك لتحميل برنامج كتبي المؤلف طيب زي ما أنا قلت خلينا نرجع ليه الموقع زي ما أنا قلت الطريقة سهلة جدا أنا بدخل على الموقع بتاع كتبي زي ما حضراتكو شايفينه كده كل اللي بعمله إن أنا بحط الاسم ويه البريد الإلكتروني الخاص بي وبدوس أحصل على رخصتك المجانية ونسختك المجانية هيتبعت لي إيميل في اللينك بتاع تحميل البرنامج ورقم سري بستخدمه عشان أستخدم البرنامج طيب في حد سائل لو حطيت لينك الفيديو هيشتغل بدون إنترنت يعني هيتم تحميله أوتوماتيك طيب نرجع ليه البرنامج تاني طيب السؤال ده مهم جدا احنا قلنا في قسم التحرير وأنا بعمل إضافة للفيديو بختار أنا عايزه يبقى هل هو مستضاف بحط رابط هل هو مستضاف على سيرفر تاني ولا بحط ملف الفيديو لو أنا حطيت رابط يعني مثلا حطيت رابط بتاع يوتيوب فيديو على اليوتيوب في الحالة دي لازم يكون فيه إنترنت عشان الفيديو يشتغل يعني لو حد قارئ جيس يفتح الفيديو واليوتيوب أو ما فيش إنترنت الفيديو مش هيشتغل بس لو أنا عملت إضافة للفيديو نفسه ففي الفيديو كده بقى موجود جوه الكتاب مش محتاج إنترنت عشان يقرأ أو يتفرج على الفيديو سؤال من أحمد حسام بيقول طيب لو أنا عايز أشتري بشتري منين لو أنا عايز أجيب النسخة الكاملة اللي أنا اتكلمت عليها برضو من نفس الموقع بتاع كتبي بس بدوس على التحميل والأسعار طيب لما بروح التحميل والأسعار بشوف كل النسخ الخاصة بكتبي عندنا النسخة المبسطة والنسخة الكاملة طيب إيه الفرق ما بينهم؟ أنا بالنسخة المجانية اللي هي لكل الناس بتستعملها وتقدر أنها تستخدمها أقدر أن أنا أصدر الكتاب بتاعي كتطبيق على الويب أو تطبيق على سطح المكتب ولكن هيبقى عليها اللوجو أو الشعار الخاص بكتبي طيب لو أنا عايز أشيل الشعار بتاع كتبي فباخد النسخة المبسطة ولكن اللي أنا بنصح به الناس واللي أنا شايف أنه في الحالة دي فعلا نقدر نستخدم الكوبون بتاع الخصم ونستفيد منه اللي هي النسخة الكاملة اللي هي 300 دولار بس طبعا في حالة أنه إحنا استخدمنا الكوبون الخصم هتبقى ب270 دولار دي حلوة جدا ليه؟ لأن أنا أقدر أن أنا أصدر الكتاب بتاعي كتطبيق على الويب أو سطح المكتب عدد لا نهائي مدى الحياة بالشعار بتاعي أقدر أن أنا أصدر الكتاب بتاعي كتطبيق موبايل خمس مرات يعني ليه خمس تصديرات كتطبيق موبايل سواء بقى أندرويد أو آيو اس أو ويندوز وإيه أقدر أن أنا أصدره كملف سكورم لو أنا عندي مثلا أنا جامعة وعندي LMS اللي هو نظام إدارة التعليم وعايز أحط الملف عليه طبعا 300 دولار أو 270 دولار لو استخدمت الكوبون الخصم دي بتدفع مرة واحدة في الحياة مش بتدفع تاني أقدر أن أنا أدفعها دلوقتي وأستخدم التصديرات دي في أي وقت بعد كده أنا عايزه طيب في حد تاني بيسأل طيب لو أنا جاي أشتري أستخدم الكوبون إزاي أو أستخدمه فين طيب سؤال حلو جدا طيب هفترض أن أنا اخترت أن أنا أشتري النسخة الكاملة فبدوس على شراء اللي موجودة تحت النسخة الكاملة بيبعندي مكانين أدخل منهم الكوبون يا إما لو أنا مستخدم لكتبي أنا أورادي سجلت الدخول باستخدام الإيميل واتبعت لي رقم تسلسلي فبدخل الرقم التسلسلي هنا وبدوس على رمز الكوبون وهنا بحط الكوبون اللي أنا بعته لحضراتكم وبسجل الدخول وببتدي أمشي في عملية الدفع واحدة واحدة طيب لو أنا أول مرة أعمل حساب على كتبي وعايز أشتري على طول فبدخل كل المعلومات بتاعتي من هنا وبدخل رمز الكوبون في الآخر خالص هنا وبدوس على متابعة وبكمل في طريقة الدفع طيب في حد بيسأل لو سمحت فيه تطبيقات كتاب مثال معمولة بالبرنامج هو فعلا فيه تطبيقات معمولة زي اللي أنا ورتها لحضراتكم اللي هو زي الهيلث and fitness طيب الكتاب ده فريق كتبي اللي عمله هو طبعا باللغة الإنجليزية احنا ما عندناش مثال باللغة العربية ولكن زي ما أنا قلت احنا بندعم 17 لغة من ضمنها اللغة العربية وده مثال أي حد يقدر أنه هو يدخل على الكتاب ده خليني حتى أبعثه لحضراتكم في الشات عشان برضو اللي كان بيسأل يقدر أنه هو يدخل على الكتاب ده في أي وقت ويشوفه نقدر أنه احنا نبعثه كده هو وصل لحضراتكم كلكم تمام في حد بيسأل إيه الفرق بين كتبي المؤلف وكتبي الناشر طيب كتبي الناشر ده برنامج برضو احنا شركتنا كتبي هي المؤسسة ولكن ده برنامج قديم احنا يعني عملناه من كذا سنة من 2011 يمكن ووقفنا التعامل فيه سنة 2013 لأنه كان قايم بالكامل على الأدوبي فلاش وزي ما حضراتكم عارفين الفلاش يعني خلاص بقى فيه منصات كتير جدا مش بتدعمه فالكتب اللي بتتعمل عن طريقه ما بقتش بتشتغل مثلا من على الموبايل يعني مستحيل أفتح كتاب فلاش دلوقتي من على الموبايل فبطلنا أن احنا ندعمه والفريق بالكامل حاليا بيعمل على برنامج كتبي المؤلف اللي أنا اديت عنه النادوة دلوقتي وبرضو زيادة التأكيد للأستاذة النداء اللي كانت سألت لو أنا عايزة أضيف ملفات فلاش هي للأسف مش بنقدر أن احنا نضيف ملفات فلاش للكتب اللي معمول على كتبي المؤلف لأنه زي ما قلت الفلاش مش مدعوم من منصات كتير زي الموبايل فبالتالي لو أنا حطيت ملف فلاش في الكتاب وجيت شغلت الكتاب على موبايل فبالتالي اللي أنا عملت له إضافة كفلاش مش هيتقري فإحنا من الأول مش بنضيف ملفات الفلاش في الكتاب طيب أستاذ أحمد الشيخ سأل هل النسخة المجانية كاملة ولا تجربية طيب هي النسخة المجانية هي تجربية زي ما قلت عن طريقها نقدر أن احنا خليني أرجع لقسم التصدير بسرعة عشان أوري حضراتكم نقدر نعمل إيه عن طريقها بالنسخة المجانية أقدر طبعا أن أنا أصدر ملف قياسي عدد لا نهائي وأقدر أن أنا أصدر تطبيق ويب وتطبيق سطح المكتب عدد لا نهائي ولكن هيبقى عليها الشعار بتاع كتبي طيب أقدر أن أنا أعمل إيه تاني بالنسخة المجانية أقدر أن أنا أعمل مكتبة لمدة 30 يوم طيب عشان أستخدم أي حاجة من الحاجات التانية زي مثلا أن أنا أصدر بتطبيق موبايل أو أن أنا أصدر ملف بصيغة السكورم عشان أحطه على الألم أس لازم ساعتها أحتاج النسخة الكاملة تماما في أي أستاذ أميرة سألة لو أنا ينفع أحول كتاب تفاعلي يتم كراءاته كPDF يبقى برنامج على الموبايل وده اللي أنا كنت أتكلم فيه في حتة أننا في التحرير بدل ما هعمل الكتاب من الأول لأ أنا كل اللي هعمله أن أنا هعمل استيراد PDF كده ملف الPDF هينزل في قسم التحرير أقدر أن أنا أزود كل المواد التفاعلية دي على الكتاب وبعد كده هاجف قسم التصدير وهختار تصدير تطبيق موبايل هختار بقى ساعتها أنا عايز أصدره على أندرويد ولا آيو اس ولا على ويندوز أنا بختار التطبيق اللي أنا عايزه بس زي ما قلت في الحالة دي هنحتاج النسخة الكاملة اللي بتديني خمس تصديرات كتطبيق موبايل تمام أستاذ أحمد محمود بيقول أنا صممت كتاب للأندرويد لكن بالنسخة المجانية والمشكلة اللي بواجهها أن رمز البرنامج كبير جدا اللي هي العلامة المائية ودي اللي أنا كنت بتكلم فيها أنه باستخدام النسخة المجانية دي برضو إضافة كويسة لأني كنت نسيت أقولها أنه باستخدام النسخة المجانية نقدر أن نحن نصدر تلت تصديرات على الموبايل ولكن هيبقى فيه العلامة المائية بتاعت كتبي وبتبقى كبيرة في النص ودي الهدف منها بس أنه أنا أشوف شكل التطبيق في النهاية هيبقى عامل إزاي لكن لو حضرتك عايز تصدر تطبيق موبايل بالشعار بتاع حضرتك بدل الشعار بتاع كتبي أقدر أنه أنا أجيب النسخة الكاملة اللي أنا وريتها لحضراتكم اللي هي 300 دولار مع الكوبون الخاصم اللي أنا بعته لحضراتكم اللي هو العشرة في المية يبقى 270 دولار وهيبقى لي ساعتها 5 تصديرات بالشعار بتاعي تمام أستاذ عادل بيسأل هل في لقاء آخر لأني دخلت متأخرا تمام هو ما فيش ندوة تانية بالعربي ولكن حضرتك تقدر تشوف الفيديو بتاع الندوة دي من الأول عن طريق نفس الرابط اللي حضرتك استخدمته عشان تدخل على الندوة دي بعد ما هنخلص بربع أو نص ساعة الفيديو هيبقى جاهز مجرد ما حريك هتدوس على الرابط هيوجهك للفيديو تقدر تتفرج عليه وتقدر أنك تحمله عندك على الكمبيوتر ونفس الفيديو هيبقى موجود على اليوتيوب على القناة الخاصة بينا على اليوتيوب تمام فيه أستاذة قسمة بتقول أنا عندي كتب نصوص أدبية إزاي أقدر أستفيد من المنصة بالصورة الأفضل ليه ولكتبيه طيب كل اللي أنا اتكلمت فيه في خلال الندوة أنا كنت بتكلم على لو أنا هعمل كتب منفصلة طيب لو أنا عندي مجموعة كتب وعايز أحط المجموعة بالكامل في تطبيق واحد يبان بشكل جميل وبشكل مبهر للقارئ لما يشوفه يحس أنه بيتفرج على حاجة جديدة ويقدر يستفيد منه بشكل كبير في الحالة دي احنا بنتكلم على المكتبة طيب خليني أوريكو شكل مكتبة دي أحد مستخدمينه أعملها في جنوب أفريقيا هي مجلة في جنوب أفريقيا والمكتبة دي معمولة عن طريق كتبي المؤلف طبعا هيحطة اللوجو بتاعها في الأول طبعا كل واحد يقدر يحط اللوجو بتاعه ويغير طبعا في القارئ هي طبعا مكتبة خاصة فلازم يبقى فيه تسجيل دخول يا إما بالإيميل والباسورد أو برمز ترويجي بدخله نفس الكلام اللي احنا شفناه في الكتاب الواحد أنا هنا أقدر أغير اللغة بتاعة الوجهة للغة اللي أنا عايزها يعني لو غيرتها للعربي هتبقى بالشكل ده ونقدر نشوف كل الكتب من هنا نقدر نرتبها نقدر نشوف معلومات عن المكتبة طبعا هي مكتوبة باللغة بتاعتهم في جنوب أفريقيا نقدر لو دست على تسجيل الدخول تاني هيجيلي مراتي بالعربي بقى لأن الوجهة هنا بالعربي طبعا لو دست على ده الشكل النهائي للمكتبة ده اللي هيبان سواء أنا فاتح المكتبة دي من كمبيوتر فاتحها من آيباب من تابلت من موبايل هيبقى ده الشكل النهائي للكتب بتاعتي لو دست على أي كتاب نظرا لأن دي مكتبة خاصة فهيقول لي سجل الدخول لتتمكن من القراءة لو دي مكتبة عامة أو أنا سجلت الدخول هيكتب لي الدخول على الكتاب على طول وده الحل الأنسب لو أنا عندي مجموعة كتب كتير حابب أن أنا أخليها تبقى بالشكل المبهر ده للقارئة تمام أستاذ النهائي بتقولي إذا اشتريت البرنامج لمدى الحياة بالنسبة للتصدير ما هي التصديرات المجانية وما هي التصديرات التي أكون بتدفع عنها دائما طيب زي ما أنا شرحت النسخة الكاملة هتخلي حضرتك تصدري الكتاب عدد لا نهائي مدى الحياة كتطبيق ويب اللي هو أقدر أخذ الملف وحطه على الويب سايت بتاعي بأنه موجود على الموقع بتاعي زي وزي أي صفحة تانية أقدر أن أنا أصدره كتطبيق على سطح المكتب سواء ويندوز أو ماك أو كروم بوك مدى الحياة؟ اللي ليهم عدد محدود اللي هي التصديرات كتطبيق موبايل بيبقى لي خمس تصديرات كتطبيق موبايل أنا اللي بختار بقى سواء أندرويد أو آيو اس أو ويندوز لو حبيت أنه حريك بعد خلصتي الخمس تصديرات كتطبيق موبايل وحبيت أنك تصدري أكتر بنجيب كل تصدير لتطبيق موبايل بـ 30 دولار اللي هي الرخصة اللي موجودة على الشمال هنا إنه دي زيادة بقى يعني لو أنا خلصت الخمس تصديرات من نسخة الكاملة وحبيت أزود كل تصدير كتطبيق موبايل هيبقى بـ 30 دولار تمام أستاذ أبو القاسم بيسأل كيف يمكن تصحيح الإجابات القصيرة خلينا نرجع لقسم التحرير تمام ونشوف الأسئلة اللي كانت موجودة اللي أنا كنت أعملها لأن كان فيها إجابات قصيرة ونيجي نعدل في الأسئلة طيب في الإجابة القصيرة أنا بحط السؤال نفسه وبحط الكلمة المفتاحية المناسبة الكلمة دي لو موجودة في الإجابة الإجابة هتبقى صحة يعني حتى لو الطالب مجاوب بسطرين بس الكلمة دي موجودة خلاص الإجابة دي صح طيب لو أنا عايز يبقى فيه كذا كلمة مش كلمة واحدة فبضيف الكلمات بحط بس كما وأكتب أي كلمة أزود بس كما يعني كما وكلمة تانية كما وكلمة تالتة كما وكلمة رابعة وكده يبقى أي كلمة موجودة من الكلمات دي الإجابة هتبقى صحة تمام أستاذ علي لسيري بيسأل هل يوجد إعدادات في كمبيوتر أبل عند محاولة رفع الكتاب كبرنامج على الآيفون طيب قبل ما أقول الآيفون عشان أصدر الكتاب كتطبيق على الأندرويد الموضوع سهل وبسيط وما فوش أي مشكلة لأنه ملف الإي بي كي أول ما بينزل عندي أقدر أن أنا أروح أرفعه على جوجل بلاي على طول في الآيفون الموضوع يعني أصعب شوية فبالتالي عشان أشوف الخطوات اللي مفروض أن أنا أمشي عليها هندوس على تمكين اللي هي تحت تطبيق آيفون هنلاقي عندنا هنا في إتبع هذا الدليل حضرتك لو دست عليه هيفتح لك الموقع الخاص بكتبي support بتاع كتبي اللي هو موقع الدعم بتاع كتبي ده في خطوات خطوة بخطوة إزاي حضرتك تقدر تصدر أو ترفع التطبيق بتاعك الآي او اس على الأب ستور عشان تنزله على الآيفون أو الآي باد تمام أستاذ إسلام سمير بيقول لو سمحت لو عندي كتاب جاهز PDF وعايز أصدره على منصة كتبي طيب الموضوع سهل جدا هروح لقسم التحرير زي ما قلت هندوس على استيراد PDF وهعمل إضافة لملف الPDF ده وهدوس على استيراد بس الملف هينزل عندي ومتقسم ليه صفحات لو أنا حابب إن أنا أزود عليه أي مواد تفاعلية من اللي موجودة هنا أقدر إن أنا أزودها لو مش عايز خلاص بروح لقسم التصدير وعندي كل الاختيارات اللي أنا قلتها هنا أصدره بقى تطبيق ويب أو سطح مكتب أو تطبيق موبايل بس هنحتاج النسخة الكاملة وهكذا تمام أستاذة ثورية بتقول ما وصلني الكوبون خليني أكتبه تاني في الشات لو كتبته في الشات ده بيتبعت للناس كلها خليني أكتبه ويبنار 614 الكوبون ده زي ما قلت أقدر إن أنا أستخدمه لو أنا رحت على الأسعار ودست على شراء لأي نسخة من النسخ بتاعة كتبي زي مثلا النسخة الكاملة أقدر إن أنا أدخل الرقم التسلسولي بتاعي اللي اتبعت لي على الإيميل بعد ما سجلت وأدخل رمز الكوبون أو لو أنا لسه مسجلتش على كتبه أقدر إن أنا أسجل بكل المعلومات دي وأدخل رمز الكوبون تحت ودوس متابعة وبعد كده أقدر إن أنا أكمل في عملية الدفع تمام أستاذ أميرة بتقول هل يمكن نشر الكتاب على صفحة الفيسبوك لطلابي طيب في الحالة دي أنا أقدر أكترح على حضرتك الطريقة الأسهل لعمل الموضوع ده إنه أنا أختار أسهل طريقة في التصدير اللي هي الاستضافة على الإنترنت في الحالة دي أقدر إن أنا بس أحط اسمه مستعار زي مثلا اسم الكتاب هيبع عندي الرابط ده الرابط ده حضرتك تقدر يتنشره على الصفحة الخاصة بيك على الفيسبوك وأي حد يقدر إن هو يدخل على الكتاب ده طيب باستخدام النسخة المجانية حيث ممكن تصطدي في الكتاب على السيرفر الخاص بكتبي لمدة 30 يوم طيب لو أنا عايز الكتاب ده يفضل موجود على السيرفر الخاص بكتبي والرابط ده يفضل شغال على طول هروح ليه برضو الدفع أو الأسعار في كتبي بس هننزل ليه كتبي السحابي هنلاقي هنا فيه استضافة كتاب أقدر إن أنا أدفع شهريا بتبقى 10 دولار في الشهر أو أدفع سنويا ودي بتبقى أسهل بتتدفع كل سنة وفي آخر كل سنة بيسأل حضرتك إذا كنتي حابة جددي ولا لا طبعا لما هعمل دفع سنوي باستخدام الكوبون بدل ما هتبقى 100 دولار هتبقى 90 دولار أوكي أستاذة أسماء بتقول لو عايزة أعمل الكتاب على سيدي للطلاب طيب في الحالة دي إحنا هنحتاج إن إحنا نصدر الكتاب كتطبيق على سطح المكتب لو سواء بقى الطلبة هتقرأ من ويندوز أو من ماك أقدر إن أنا أصدره مرة ويندوز ومرة ماك والملف اللي هينزل سواء هو ال .exe file أو ال .app أقدر أحط الملفين دول على السيدي ودي السيديهات دي للطلبة ويقدروا إن هم يفتحوا الكتاب بدون استخدام أي برنامج إضافي يعني هو هيفتح الملف الكتاب هيفتح على طول طيب هيبقى عندنا اختيار من اتنين يقيمة هنستخدم النسخة المجانية في الحالة دي الشعار بتاع كتبه هيفضل موجود على طول وهيبقى عندنا حد أقصى 30 صفحة اللي هو 30 فصل ده الحد الأقصى طيب لو أنا عايز أعمل فصول أكتر أو عايز أشيل الشعار بتاع كتبه وحط الشعار بتاعي نقدر إن إحنا إما ناخد النسخة المبسطة اللي هي 100 دولار وطبعا باستخدام كوبون الخاص ما تبقى 90 دولار أو نقدر إن إحنا نستخدم النسخة الكاملة اللي هي 300 دولار وطبعا بعد كوبون الخاص ما تبقى 270 دولار وفي الحالتين دي بتطفع مرة واحدة في الحياة أستاذ علي لاسيري بيقول هل برنامج كتبي النسخة الكاملة اللي هي 300 دولار تحتاج تجديد كل فترة طيب هو النسخة حضرتك لما بتشتريها دي بتبقى مدى الحياة خلاص النسخة بتبقى معايا مدى الحياة بس لو إحنا كفريق كتب ينزلنا تحديثات للبرنامج التحديثات دي هتفضل توصل لحضرتك مجانية لمدة سنة بعد ما السنة تعدي خلاص آخر نسخة موجودة عند حرارك ممكن تكمل بيها مدى الحياة بس لو حقيق حبيت إنك تنزل أي تحديث جديد إحنا ننزله حقيق هتبقى لازم تجيب النسخة تاني بس لو حقيق مش عايز تقدر تستخدم النسخة الكاملة عادي مدى الحياة تمام أستاذ عفاف بتقول ممكن رابط الموقع اللي تعمل الرسومات البيانية التفاعلية اللي هي البوك ويدجيت أو الإضافة زي ما أنا قلت طيب أبعتها لحضراتكو برضو في الشات عشان توصل للناس كلها هم موقعين الموقع الأولاني اسمه bookery.com والموقع التاني اسمه bookwidgets.com وده مش بس عن طريقهم أقدر أعمل رسوم بيانية تفاعلية لا أنا أقدر أعمل ألعاب أقدر أعمل آلة حزبة أقدر أعمل حاجات كتير جدا هم عندهم مكتبة كاملة من الإضافات أقدر أن أنا أعملها بكل سهولة وبعد ما أعملها بنزلها عندي على الكمبيوتر وبحطها في الكتاب بتاعي عن طريق كتبي المؤلف أستاذ مروى بتقول هل أنتم أول من صمم هذا البرنامج أم توجد برامج أخرى ممثلة باللغة الإنجليزية؟ طبعاً في برامج كتير حوالين العالم لإعداد الكتب الإلكترونية التفاعلية أشهرها لبقى الآيبوكس أوثر بتاع أبل فيه كاليبر فيه سيجل من أوله لغاية آخره وما زلنا بنزود إضافاته بنحاول أن احنا نزود مميزات فيه أول بأول وبنتمنى أن احنا أي مشكلة بنقابلها في برنامج تاني أن احنا نحلها في البرنامج بتاعنا طيب أستاذ علاء إبراهيم بيقول إزاي أحرك الرسوم داخل الكتاب لو فيه رسومات محتاجة حركة طيب هي دي مش هتبقى من كتب المؤلف لأن كتب المؤلف أنا بعمل إضافة للصورة وهي جاهزة سواء هي صورة ثابتة أو صورة ثلاثية الأبعاد بتتحرك طيب لو أنا عايز أعمل صورة بتتحرك زي ما حضرتك بتقول يا أستاذ علاء سواء بقى تبقى ثلاثية الأبعاد أو يبقى فيها حركة حتى لو حركة صغيرة فيه برنامج اسمه جوجل ويب ديزاينر جوجل ويب ديزاينر ده عن طريقه أقدر أن أنا أنا كتبته في الشات طبعا هو وصل للناس كلها دلوقتي أقدر أن أنا أعمل صور بتتحرك والصور دي أقدر أن أنا أحطها في الكتاب بتاعي خليني أوري حضرتك بسرعة شكل صورة معمولة على الجوجل ويب ديزاينر زي مثلا الصورة دي صورة اللي هي الإزازة والكلام بيطلع واحدة واحدة لغاية الآخر وبعدين بيبتدي يتعاد تاني من الأول دي معمولة على جوجل ويب ديزاينر واتحطت كصورة عادية جدا في الكتاب بتاعي تمام أستاذ أميرة بتقول هل التطبيق يدعم شكل المجلة صفحتين مقابل بعض حتى الآن لأ ولكن دي ميزة يعني إحنا بنتكلم فيها كفريق دعم إن احنا نضفها في التحديثات المستقبلية إن شاء الله إنه بدل ما يبقى صفحة واحدة بس هي اللي باينا يبقى صفحتين وصوت بعض وده بيدي شكل واقعي أكتر للكتاب ولكن حتى الآن هي مش متوفرة ولكن زي ما قلت في حياتك يا أستاذ أميرة إحنا بننزل تحديثات كل إسبوعين كل إسبوعين حاجة هتلاقي تحديث فيه مميزات أكتر بتبقى برضو مستخدمين لكتبهم اللي طلبينها أو إحنا اللي فكرنا فيها فدي ميزة إن شاء الله تبقى موجودة في المستقبل أستاذ عفاف بتقول ما هو أفضل تصدير طيب هي دي السؤال ده يعني إجابته بتعتمد على حضرتك أو على القاءة أنا آسف اللي بيصمم الكتاب على حسب حيك بتستهدفي مين يعني أنا لو مثلا أنا بستهدف مستخدمين الموبايل ففي الحالة دي أحسن تصدير هصدره اللي هو تطبيق الموبايل عشان يبقى عندي تطبيق أندرويد وتطبيق IOS موجودين على الجوجل بلاي والأب ستور يقدروا المستخدمين بتوعي إن هم يحملوهم سواء هي تطبيقات مجانية أو مدفوعة عن طريق جوجل بلاي وأب ستور طيب أقدر برضو إن أنا لو في جامعة أو في مدرسة عندي الألم أس اللي هو نظام إدارة التعليم أقدر ساعتها هحتاج إن أنا أصدر الكتاب بتاعي كملف صيغة سكورم عشان أحطه على الألم أس وطبعا كل تصدير وليه استخدامه ده بيعتمد حريك بتستهدفي مستخدمين من مواقع أو سديهات هحطها على أجهزة الكمبيوتر أو مستخدمين الموبايل تمام في سؤال حلو جدا أستاذ أيمن بيقول لعايزين نشوف مثال عربي طيب للسؤال القصير طيب خلينا نشوف نروح للأسئلة القصيرة أو خلينا نروح لفصل جديد ونضيف سؤال من الأول باللغة العربية العنوان مثلا اختبار آسف نخليه باللغة العربية الأول اختبار تمام ونضيف سؤال إجابة قصيرة ما هي عاصمة مصر تمام طيب أنا عايز أشوف كلمة القاهرة ولو شفتها يبقى كده الإجابة دي صح طيب خلينا ندوس على إجابة ذاتية مع التقرير عشان يجيلي تقرير كامل السؤال اللي أنا جبته صح والسؤال اللي أنا جبته غلط وندوس على إنشاء وهنلاقي الأسئلة بتاعتي الضفة أقدر أن أنا بس أخدها تحت عشان مشوفها لأنه هي بتظهر كده بس أنا أحطها في المكان اللي أنا عايزه طبعا هي هنا معمولة من الشمال اليمين ولكن أنا أقدر أن أنا أغير ده وأخليها تدعم من اليمين إلى اليسار لأنه دي لغة عربية طبعا زي ما حضراتكم شايفينه هنا طيب حابين إن إحنا نجرب نروح ليه وضع المعينة لو أنا دخلت مثلا الجيزة تأكيد الإجابات هيطلع لي غير صحيح لأنه هو ما شافش الإجابة اللي هو عايز يشوفها طيب لو دخلنا الإجابة اللي أنا كنت حاطتها زي القاهرة هيكتب لي السؤال صحيح طيب بلاش أحط كلمة واحدة أنا عايز أحط جملة كبيرة ونشوف نقول عاصمة مصر هي القاهرة برضو هيجيب لي السؤال صح ليه لأن كلمة القاهرة موجودة في الإجابة وده بشكل مبسط إزاي أقدر أحط خاصية الإجابات القصيرة تمام أستاذ أميرة بتقول هل يمكن رفع كتب أخرى على التطبيق بعد تصديره كتحديس لمحتوى التطبيق؟ طيب ده بيعتمد على التصدير اللي أنا عملته يعني لو أنا عامل تصدير كتطبيق موبايل في الحالة دي لو أنا عملت تحديس فيه الكتاب لازم أصدر تطبيق تاني خالص غير الأولاني طيب لو اخترنا مثلا المثال بتاع استضافة الإنترنت في الحالة دي الكتاب معمول له استضافة على السيرفر الخاص بكتبي في الحالة دي أقدر أن أنا أعمل تحديس في أي وقت والتعديلات هتبان تلقائيا لو حد استخدم الرابط ده ودخل على الكتاب هيلاقي الكتاب معمول فيه التعديلات تلقائيا ولكن ده لأنه موجود على السيرفر الخاص بكتبي ولكن لو هو مثلا تطبيق موبايل أو تطبيق سطح المكتب في الحالة دي التعديلات مش هتبان طيب دي لو كتب منفصلة طيب لو إحنا عندنا كتب كتير زي ما أنا قلت اللي هو فكرة المكتبة طيب أنا زي ما قلت عشان أوصل للمكتبة بدوس على قسم الإدارة وبروح ليه المكتبات هلاقي عندي 8 أقسام أقدر أدير بيهم المكتبة بتاعتي أول قسم فيهم اللي هو الكتب الكتب اللي أنا حملتها وحطتها على المكتبة بتاعتي زي المكتبة اللي أنا وريتها لحضراتكم في المثال من شوية بتاع الجنوب أفريقيا طيب لو أنا عايزة أعمل تعديل على أي كتاب موجود في المكتبة كل اللي بعمله إن أنا بدوس تحميل عمل تغييرات الكتاب بينزل عندي في قسم التحرير وبالتالي أقدر إن أنا أعمل كل التعديلات اللي أنا عايزة والتعديلات دي هتبان تلقائياً والمكتبة موجودة وشغالة وزي ما قلت المكتبة دي أقدر إن أنا أصدرها زي ما أنا بصدر الكتاب لوحده المكتبة بالكامل أقدر أصدرها كتطبيق ويب أو تطبيق سطح المكتب أو تطبيق موبايل أو أعمل لها تصدير كملف بصيغة سكورم أحطها على نظام إدارة التعليم طيب سؤال حلو جداً سؤال بيقول طيب لو أنا عايز مش عايز أشتري النسخة الكاملة أنا عايز أشتري النسخة بتاعة المكتبة هل دي لازم أجيب النسخة الكاملة برضو لا مش لازم خلينا نرجع عليه الأسعار إحنا قلنا النسخة الكاملة بجيبها من كتبي اللي هو الأساسي كتبي المؤلف طيب لو أنا عايز أجيب المكتبة أنا عايز أعمل مكتبة زي المكتبة بتاعة جنوب أفريقيا اللي هي دي وعايز أحط فيها كل الكتب بتاعتي وأتحكم في المستخدمين وأصدر المكتبة دي كتطبيق على كل الوسائط سواء موبايل أو ويب أو سطح المكتب باجي على الأسعار وبروح لكتبي المكتبي كتبي المكتبي هنا أنا عندي نسخ كتير للمكتبة بتبتدي بأقل واحدة لو أنا عايز أحط لغاية عشر كتب لغاية ألف مستخدم لو هي هتبقى مكتبة خاصة بتبتدي بخمسمائة دولار في السنة ودي بتتدفع كل سنة طيب لو أنا عايز عدد أكتر شوية عندي لحد مئة كتاب وألف مستخدم برضو دي بتبقى ألف وخمسمائة دولار في السنة وكل ما هزود عدد الكتب أو هزود عدد المستخدمين سعر المكتبة أو القيمة بتاعة الاشتراك هتزيد وزي ما قلت طبعا أنه الكوبون اللي أنا أديته لحضراتكو في الأول الكوبون ده نقدر نستخدمه مع أي نسخة وإحنا بنشتريها يعني برضو كتبي المكتبي لو أنا دخلت على المكتبات ودست على شراء على النسخة دي مثلا اللي هي خمسمائة دولار في السنة هتبقى بربعمائة وخمسين دولار بدل خمسمائة دولار لأول سنة تمام أستاذ أيمن بيسأل هل ثمن النسخة الكاملة شهرية أم سنوية زي ما أنا قلت من شوية أنه النسخة الكاملة بتتدفع مرة واحدة في الحياة ده مش اشتراك يعني مش زي كتبي المكتبي كتبي المكتبي ده اشتراك سنوي ولكن النسخة الكاملة اللي أقدر عن طريقها للكتب اللي هي المنفردة كل كتاب لوحده عايزة أصدره تطبيق ويب أو تطبيق سطح مكتب أو تطبيق موبايل دي بتتدفع 300 دولار وفي حالة استخدام الكوبون هيبقى 270 دولار بتتدفع مرة واحدة في الحياة وأقدر أن أنا أستخدمه في أي وقت أنا عايز طيب أستاذة نداية بتقول ممكن أسماء برامج جديدة بديلة عن الفلاش ويدعمها كتب المؤلف وهي دي اللي أنا كنت بتكلم عنها اللي هي الإضافة أو البوك ويدجيت وأنا يعني حضراتكم هتلاقوها في الشات أنا بعتها للناس كلها اسم موقعين أشهر موقعين أقدر أن أنا أعمل فيه البوك ويدجيتس أو الإضافة دي بوكري دوت كوم وبوك ويدجيتس دوت كوم عن طريق الموقعين دول أقدر أن أنا أعمل حاجات شبه اللي بتعمل بفلاش زي الرسم البياني التفاعلي اللي حضراتكم شفتوه في أول ندوة زي أن أنا أحط آلة حسبة زي أن أنا أحط لعبة بازل أو أحط ألعاب تانية كتير أستاذ علي العسيري بيقول كيف أضيف كتابي في الأمازون طيب زي ما إحنا عارفين أن أمازون بيدعم صيغة الكندل فعشان أن أنا أضيف كتابي على الأمازون ودي بقدر أعمالها باستخدام النسخة المجانية باجي في قسم التصدير وتصدير ملف قياسي وبصدر الكتاب بتاعي كتطبيق كيندل بينزلي على الجهاز الملف اللي هو صيغته دوت موبي أقدر أن أنا أخد الملف ده وأحطه على الأمازون الأمازون برضو بيدعم الأندرويد فأقدر أن أنا أعمل تصدير للتطبيق كملف أندرويد وأحطه برضو على الأمازون ولكن العيب الوحيد اللي في كيندل أنه الكتاب عليه مش بيبقى تفاعلي بالكامل يعني ملفات الصوت ما ظنش أن هي بتشتغل الإضافات زي البوك ويتجس اللي إحنا قلناها والرسوم التفاعلية مش بتشتغل بعكس بقية التصديرات تمام سؤال حلو جدا من أستاذ أيمن هل هناك مؤسسات أو جامعات كبيرة تستعمل كتبي؟ طيب إحنا شغالين زي ما قلت من أكتر من خمس سنين في مؤسسات وجامعات كبيرة جدا بتستعمل كتبي خليني أدخل على الصفحة الرئيسية بتاعة كتبي عشان تقدروا تشوفوا يعني عدد مذكور كده في الصفحة الرئيسية جامعة مينيسوتا جامعة نيو إنجلند دار الشروك جامعة الملك سعود في السعودية وزارة الاتصالات في مصر طبعا جامعات كتير ومؤسسات كتير جدا بيستعملوا النسخ المختلفة من كتبي طيب أستاذ سمير بيقول هل يمكن أن أعرض الكتب اللي بعملها يعني كتبي للبيع على منصة كتبي طيب حتى الآن في منصة كتبي مفيش عملية البيع أو الشراء عن طريق المنصة يعني حضرتك تقدر إنك مثلا تعمل مكتبة زي المكتبة اللي أنا ورتها لحضرتكو دي والكتب تبقى عليها ولكن عملية البيع مش هتبقى عن طريقها عملية البيع ممكن تبقى عن طريق ويبسايت بتاعي أو قادة إن أنا أصدر المكتبة كلها كتطبيق على الأندرويد أو الأيو اس وحطهم على الجوجل بلاي والأب ستور يبقوا مدفوعين يبقى تطبيق مدفوع عشان حد ينزل التطبيق لازم يدفع عن طريق الجوجل بلاي والأب ستور ولكن مستقبلا إن شاء الله من ضمن الخصائص اللي احنا بنعمل عليها دلوقتي إنه يبقى فيه عملية الدفع يعني من الآخر الكتاب أقدر إن أنا أبيعه جوه المكتبة أو تطبيق المكتبة بتاعي ولكن دي حتى الآن مش موجودة فحتى ما تبقى موجودة أقدر إن أنا أستخدم المثال اللي أنا قلته إن أنا أبيع عن طريق موقع بتاعي وأربطه بالمكتبة بتاعتي أو إن أنا أصدر الكتب بتاعتي سواء هي كتب منفردة أو مكتبة كاملة كتطبيق للأندرويد والأيو اس وأحطها على الأب ستور وجوجل بلاي وتبقى تطبيقات مدفوعة تمام في سؤال برضو بيقول ماذا هو أفضل برنامج لفتح وقراءة ملف بصيغة الإيباب طيب زي ما أنا قلت إحنا في برامج كتير عشان تقرأ ملفات بصيغة الإيباب ومن ضمن البرامج دي في برنامج كتبي القارئ وده برنامج مجاني نقدر إن إحنا نحمله ونستخدمه عشان نقرأ أي ملفات بصيغة الإيباب بما فيها الملفات اللي اتعملت عن طريق كتبي المؤلف كتبي القارئ برضو بندخل على صفحة الأسعار وبنلاقيه موجود في الآخر خالص كتبي القارئ وهو مجاني أقدر إن أنا أنزله على الكمبيوتر بتاعي سواء هو ويندوز أو ماك أو لو من الموبايل أقدر إن أنا أنزله على الأندرويد وعلى الآيو اس في سؤال برضو بيقول متى ينتهي كوبون الخصم؟ زي ما أنا قلت أول ما قدت لحضراتكم الكوبون هو مدته 48 ساعة مدته يومين بتبدأ من دلوقتي فلو حد عايز يستغل ده فنقدر إن إحنا نروح لصفحة الأسعار باختار النسخة اللي أنا عايزها النسخة الكاملة نسخة من كتبي المكتبي على قد عدد الكتب اللي أنا عايزها 10 كتب 100 كتاب وبستخدم الكوبون زي ما وردت حضراتكم إزاي وبيجي لي 10% خصم وأنا بدفع طبعا النسخة تمام أستاذ شريف بيقول ما الفرق بين كتبي السحابي وكتبي الناشر تمام طيب هو كتبي الناشر عشان وضحت فكرة كتبي الناشر هو برنامج قديم برضو تابع لكتبي إحنا توقفنا عن دعمه ما بقناش شغالين عليه ليه لأنه هو مدعوم بالكامل أو معمول بالكامل عن طريق الأدوبي فلاش وزي ما حالاتكم عارفين الفلاش هي خاصية منصات كتير جدا توقفت عن دعمها فبالتالي إحنا ما بقناش بنشتغل عليه ولكن كتب السحابي ده حاجة تانية خالص دي خاصية بقدر أن أنا أضفها للكتاب بتاعي أو للمكتبة بتاعتي بتساعدني أن أنا أتحكم في الكتاب يعني أتحكم في المستخدمين أخلي الكتاب خاص أخلي عد معين أو مستخدمين معينين يقدروا يدخلوا على الكتاب ومستخدمين آخرين ما يدخلوش يبقى فيه رقم سري للكتاب وهكذا كل دي مميزات بستفيد منها عن طريق خاصية كتبي السحابي أستاذ محمد فوزي بيقول هل سيتم تسجيل الندوة؟ بالضبط كده هي الندوة بتتسجل فعلا من الأول وحرك لو حابب أنك تشوفها من البداية الفيديو ده هيبقى متاح بعدما الندوة تخلص ممكن بربع ساعة أو نص ساعة بكتير عشان حاجة تشوف الفيديو بدخل عن طريق نفس الرابط اللي أنا استخدمته عشان أدخل على الندوة أول ما حاجة تدوس على الرابط هيوجهك على الفيديو مباشرة وأقدر أن أنا أنزل الفيديو ده على الكمبيوتر بتاعي وفي خلال يوم أو يومين الفيديو هيبقى موجود على القناة بتاعتنا على اليوتيوب برضو تمام أستاذ علاء بيسأل على الندوات السابقة طيب إحنا عشان ندخل على الندوات السابقة هندخل بنفس الطريقة اللي دخلنا فيها على كتبي اللي هو كتبي.com.ar.webinars هنلاقي كل الندوات موجودة هنا حتى لو ندوة سابقة وأنا حبيت أن أنا أشوفها بسجل عادي جداً هيتبعتلي الرابط بتاعها على الإيميل أقدر عن طريق الرابط ده أن أنا أدخل على الفيديو المسجل للندوة دي وبرضو عشان يبقى حضراتكم أعرفين أنه بعد الندوة بيوم كده كده بيتبعت إيميل في اللينك بتاع الفيديو وده بيتبعت تلقائياً لكل الناس اللي سجلت في الندوة وحتى إذا الإيميل ممكن ما وصل لكش أو راح على الجنك فولدر أو السبام نفس اللينك أو الرابط اللي عايك استخدمته عشان تدخل على الندوة لو حراك استخدمته برضو هيدخلك على الفيديو طيب تهياء لي دي ككل الأسئلة من كل الناس اللي حضرت بشكر طبعاً كل الناس اللي حضرت أحب أفكركم برضو قبل أقافل لأنه الكوبون اللي أنا بعته اللي هو ويبنار 614 صالح لمدة 48 ساعة لمدة يومين قادر أن أنا استخدمه وأنا بشتري أي نسخة من نسخ كتبي من صفحة الأسعار على موقع كتبي لو عند حضرتكم أي أسئلة زيادة حبيتوا تسألوا عليها بتبعتولنا على يا إما الشات على الموقع يا إما الإيميل بتاعنا يا إما السكايب وبنقدر أن احنا نتواصل معاكم طبعاً الدفع بيختلف لو ممكن ندفع أونلاين بالفيزا بالماستر كارد ببيبال لو في حد ما عندوش الفيزا وعنده أكاونت ببيبال لو حد موجود طبعاً في مصر نقدر أن احنا ندفع كاش ما فيش أي مشكلة بتتواصله معانا ونقدر أن احنا نسهل الموضوع ده ولكن لاستخدام الكوبون الدفع بيبقى أونلاين بندخل زي ما وريت حضراتكو على شراء اللي موجودة تحت أي نسخة وبدخل الكوبون وبشتري النسخة اللي أنا عايزة بشكركم جداً على الحضور وأتمنى أن حاليتكم تكونوا استفدتوا وإن شاء الله نتقابل تاني في ندوات أخرى شكراً